12 و 13 الشهر بالحبتور ويكند فايت دي فرايت ستخبرنا عنه سيدة ريمة أبو جوك مؤسسة ورئيسة جمعية دياكونية يلي تهتم بمرضى السرطان بكمان الناس اللي حولون يعني بالنظرة لمرض السرطان صحيح؟ صح أهلا وسهلا فيك مرسي أهلا فيك 12 و 13 أكتوبر بالحبتور هالمرة فايت دي فرايت 10 ويكند فايت دي فرايت هو ويكند بيهتم بمريض السرطان بأهله بالحكمة طبعه بالأمفرمير الفكرة من هالويكند أنه أول شي نظهر المريض من الجو اللي هو فيه جو المرض جو المستشفى جو البيت يروح على أوتل ومثل ما شايفين هالمرة 5 ستارز لا يتعرف أول شي على مرضى تانين لأنه نحنا منقول أنه المرض بيعزل بحس الإنسان حاله وحيد بس يتعرف على مرضى تانين بيقشع أنه مش هو وحده والأهل بيتعرفوا على أهل تانين والفكرة من كل الويكند أنه نعطيهم كل الوسائل لكل الأشخاص الموجودين لا يعبروا إن كان بالرسم إن كان بالدراما إن كان بالموسيقى يعبروا كرمال يطلعوا هالشي اللي جوتهم لا يقدروا يتأقلموا إذا بديك أكتر أو يرتاحوا أكتر نعم نحن هالشهر هو شهر يعني دايما مخصص لمرضى سرطان سرطان الثادي بالتحديد لحتى لي يكونوا على بيّن من كل الإشياء الجديدة اللي عم بتتطور بالعلاجات ويكونوا هيك عارفين أنه عندهم أمل واليوم قال لك نعم نحكي قبل شوي مع دكتور حاج أدي الموضوع النفسي مهم هون أنتو الموضوع النفسي مغطينه لكن بس ديا كونية بشو بتانا بالتحديد؟ بتانا بيدعم المرضى مرضى السرطان نفسيا وروحيا لأنه بتعرفي اليوم في كتير جمعيات بتساعد المريد ماديا ودجا المرء الدواء متوفر بوزارة الصحة على كل الأحوال اللي بينقص بالبلد هو الدعم النفسي للمريد لأنه نحن منعتبر أنه الدعم النفسي هو جزء لا يتجزأ منه صح لأنه مش بس مهم المريد يكون عند بأحسن مستشفى وعند أحسن حكيم وعم ياخد أحسن علاج بس كمان يكون في حده ناس بيعرفوا يسمعوله بيعرفوا يحكوا معه وبيعرفوا يخلوا يعبر عن هذا الشي لأنه الخبرة ما النهينة خبرة مرض السرطان ما النهينة وليه منشتغل مع العائلة كمان؟ لأنه مرض السرطان ما بيطال شخص واحد بيطال عائلة بيكملها الموضوع النفسي بيطال العائلة كلها المسؤولين عن الشخص واللي هو مسؤول عنه وإلى آخره يعني شغلة مننا هيني وقدما نسهل فكرة هالمرض بيضله صعب ولازم أنه نكون عم نواجهه رح نشوف بفيديو نشاطاتكن وأجوائكن جمالا بدياكونية وبهالويكاندي اللي هو العاشر من نوعه كيف كانوا الويكانز اللي ما رأوا؟ هلأ رح تشوفوا شوي بالفيديو الويكانز اللي قبله كانوا كل واحد مختلف عن التاني لأنه نحن منعتبر أنه المريض هو أو العائلة هن اللي بيحطوا إذا بديك التقل بالويكاند وكل مرة بيكون ويكاند شيء وهلأ رح تشوفوا بالصور كل الناس وقتها بتشوف الصور بطول أكيد هيدا مش ويكاند لمرضة قد ما فيه ألوان وبهجة وإتسا ترى شو بكيد بيكون البرنامج؟ البرنامج بيكون أول شيء منتعرف على بعض منتقصم بجروبات نحن منقصم المريض بجروب والعائلة والأهل بجروب تاني لسبب كتير واحد وكتير مهم أنه ما بيعبروا قدام بعض يعني إذا أنا مريض وتعبان ما بحب عدت الهم لعائلتي والعكس صحيح الجروبات بيكون فيهم مرضى من أعمار تقريبا متقاربة والأهل كمان بقى منبلش نعمل جروب دو برول اللي هن على تام المرضى بيعبروا بعدين عنا كتير ويركشوبس اللي هن مثل ما قلت بيلا تلوين بيلا دراما بيلا سبار كمان وسائل أخرى للمريض يعبر هالويك أند عنا تاب بيروج يعني كل مريض بيطلع بيتمنى شيء أو سهرة وتاني نهار بنرجع بنعمل جروب دو برول بنعطي كمان إرشدات كيف المريض يتصرف وقتا بيكون تعبان وقتا بيكون حزين وقتا بيكون وحيد وقتا بيكون عم ياخد التراتمون طبعه بالمستشفى كمان تيبس شو يعمل كيف يكون على طول عم يشرب كيف يكون عم ياكل كل الاشياء اللي بتخلي اللي ما منقولها بالمستشفى وما بيقولها الحكيم حياته العملية كمان صح اللي بتأثرها حياته النفسية صح الأهل كيف بيتفاعلوا مع هيك برنامج الأهل بيتفاعلوا كتير لأنه بيعتبروا أنه بها الفترة في حدا عم يساعدهم دقاء عم يعطيهم متنفس أنه يعبروا لأنه الأهل بيعتبروا أنه هن لازم يضلوا قوي قدام المريض ومش مظبوط يعني فيه بوقت هن بحاجة كمان يحكوا صدقين الأهل بحاجة يحكوا أكتر بكتير من المريض لأنه المريض عم يعبر إذا عنده أهل متفاهمين وموجودين حده عم يعبر بس الأهل ما في حدا يعبروا وقتا يعبروا بنعتبروا أنه عم ينقوا أو بتعرفي أنه تعبوا بقى الفكرة كمان أنه الأهل بعبروا والأهل بينبسطوا بهذا الشيء هو في تعب في تعب جسدي ونفسي وخوف وفي هم وفي أكيد تعب روحي كمان الموضوع الروحي كيف بتقربوا؟ الموضوع الروحي من قربوا فيه معنى كهنة فيه معنى ناس متخصصين بالمرافقة الروحية طبع المرضى وهون منترك للمريض هو يقرر إذا بده يحكي بالموضوع روحيا ولا لا بس كمان يقارب بس هون منترك الأوكي للمريض أو إذا بدك الخيار للمريض المريض السرطان يعني كل شخص عنده فرديته وكل شخص جاي من بيئة معينة وبيفكر بطريقة معينة هون إذا عم نحكي عن الموضوع النفسي ما في ولا شخص مثل الثاني أكيد في معالجين نفسيين يقدر يكونوا أكيد عم بيشوفوا مين الشخص وكيف بده يقدر يتأقلم مع وضوه في معالجين نفسيين بس الأهم أنا اللي بقوله فيه مرضى أطع فيه سورفايفورز وأهم شي بالبيدياكونية أنه السورفايفور هو اللي بيرفق المريض لأنه نحنا بيجع بقول المرض بيعزوا اللي حتى لو نحنا حد المريض اللي بيحسوا المريض بهالوقت نحنا ما بنقدر نفهمه ما بيقدر يفهمه إلا شخص قطع بهالمرحلة وبيعرف شو يعني بقى نحنا بنعتمد مش بس على المعالجين النفسيين بس على المرضى اللي عاشوا هالخبرة قبل وهن أكتر ناس بيقدروا يفيدوا المريض هلأ لأنه بيعرفوا بشو عم يقطع يمكن أكتر ناس بيسمع لهم المريض كمان أو بيصدقهم صحيح لأنه كمان مهم نفرج المريض إكزامبل قطع قبله حدان عاش هالتجربة وكانت صعبة وقالوا أنا بفهم صعبة وهلأ صعبة بس تعرف رح يصير هيك وهيك وهذا شي كتير مهم نعاشوا 13 شهر هو موعد الويك أند القادم كيف بيشاركوا فيه اللي مهتمين هلأ للأسف فولنا صرنا أوفر بوكت بس نحنا منوعد نحنا عنا فيسبوك بيج وقريبا ويبسايت منعلن على النشاطات اللي جاي للأشخاص اللي بيحبوا يلتزموا بهذا الويك أند إذن سيد ريمة بوجوك مش لحالك بهالأكيد المشروع في كتير أشخاص بيكونوا معك عم يسندوا مشروع من هالنوع موجه لهم تحية كتير كبيرة كمان وعمالكم أكيد مستمر لأن دايما فيه أشياء جديدة بهالإطار تكونوا على اطلاع عليها لحتى اللي تقدر تقدر تقدموها لمرضى السرطان صحيح صح فيه فولنتار وأنا بوجه لهم تحية وبحب أقول أنه كل اللي بيشتغلوا بالدياكونية هن متطوعين وأنا لكل اللي بوجه لهم تحية لأنه الإفار اللي بيعملوا من الأول أنه يكونوا حاضرين وعم يسمعوا وهذا الشيء أبدا منه هين تاني للكنتريبوسيون ماتريال اللي بيعملوها لأنه الفاندريزنج اللي بيعملوه وكل المتطوعين بيساهموا مادياً لنقدر نغطي كلفة الأوتيل ونغطي كلفة الأكل واتس ترا صحيح بوجه لهم تحية كتير كبيرة وخاصة للأشخاص اللي رفقناهن وكانوا مرضى وهلأ هن متطوعين وقال لهم هنه هذي الشغلة بده كتير 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 جرقة ومن ورا هالأشخاص نحن أنفات عم نستمر وصلنا ثماني سنين عم نشوف عكل حال بعض الصور وأجواء الويكنز اللي بيكونوا والطولات المستديرة اللي بتكون كمينة موجودة ووكشوبس بأي يعني ووكشوبس شو متعنوا فيهم بأي عطاة؟ مثل هنه هل هون كالرمي ترافي، كالرمي ترافي، مسرح، ميزيك وهذه كالرمي نحن بنستعمل كل الوسيل اللي بتخلي المريض يعبر لأنه صعوبة إيام الناس بتعبر بقى كل هاي الوسيل بتساعد المريض أنه يعبر وعم نشوف كل الأعمار كمين كمين كل الأعمار حتى بنشتغل مع الولاد أو الولاد المرضى أو الولاد اللي أهلوا المرضى وساعتها كمان بيتقسموا حسب الأعمار بيتقسموا حسب الأعمار والفولونتير طبعاً ولاد من عمره وقدي كمان المريض وأهله بيكونوا مركزين بس على المرض بالوقت اللي الحياة ماشية ويعني مسؤولياتهم ماشية والتزاماتهم مجبورين أنه يكونوا عام يكملوا فإذا بكونوا عاملين فوكس بس على المرض هذا الشي كمان بيأثر عليهم نفسياً وعملياً صحيح موسيقى تحية لكل المتطوعين كمان اللي بدون يزرعوا البسمة بك مكان يعني وأوضاع صعبة منها هيني أبداً هني كمان يكونوا عام واجهوا المرض ولو مش يعني مش لقلهم أو مش لحدة من عيلتهم منها هيني مظبوط لأنه كمان المرض بيحطنا نحنا قدام مرضنا بيحطنا نحنا قدام ضعفنا وإذا مريض السرطان بيقول لي أنا المتطوعين وكل الناس اللي بتلتقى بمريض السرطان بتقول لي مش أنا أو أي متى أنا بالخبرية أبداً منها هيني سيدة ريمة بوجك مؤسسة ورئيسة جمعية دياكونية أهلا وسهلا فيك كيف إذا نفايد الفرايد بـ 12 و 13 الشهر فولي بوكت ولكن أكيد بتتابعوا على السوشيال ميديا كل أخبار جاكونية وبيكون أكيد لكم موعد آخر أهلا وسهلا فيك أهلا فيك مرسي نعسيكم ألف عافية وقت هلا ومنتابع اللايب